أنا عايز بس أقول حاجة كده عشان فيه واحد اسمه باس اللطفي هو اللي اكتشف الرجل بتاع الكاميرا الخافية ده وهو مش من تيم الاعداد الله عليك على انك بترجع لفضل الصحب لازم لازم أقول لانه هو مش في تيم الاعداد يعرف واحد في تيم الاعداد وقال له ادي دي الباسم ميستعمله فلازم أديله الكردت ليا لانه هو مش في التيم بتاعنا وكده وبعت هالي فلازم أقول اسمه يعني ده السخدم بتاع الكاميرا الخافية بعمل ايه بقى دي كان حدث يمو الجمعة ده رجل من احد القنوات المتنورة جدا اللي هي طبعا بتدينا الحقيقة طلع بيقول لسات المشير ومجل الشعاسبية وكامعة نصبر ومش نصبر نفس الكلام اللي كنا بنسمعه وباكتشفنا النفس الممثل ده هو تظهر من عشر سنين كان ممثل في الكاميرا الخافية بيتعامل عليه إفه اللي هي اصلا كان التمثيل اللي هي كان التمثيل والسمر اللي حكاها عجبته وكمان وانا جاي حد يكلمني قال لي ان نفس الرجل ده كان من الناس المواطنين والشرفاء مجموعة المواطنين والشرفاء تحرش ببعض السيدات في التحذير وشتابهم اللي هم مش شرفاء أكيد خلينا خليهم مش شرفاء أنا خليت المواطنين والشرفاء بس يعني بجد التعبير طبعا لانه استهلك وبشكل فج وبقيت حقيقة اي حد يقول انت مواطن شريف اقوله انا مش شريف مش عارف انت لسه مع الشرفاء ولا هتخرج لا هو الفكرة انه هو ان المساميات بقيت دلوقتي بقيت تستعمل بطريقة انها تكرهك في المساميات دي يعني لغاية دلوقتي انت بقيت انت ديمقراطي انت لبرالي انت خايف تقول انت ديمقراطي او لبرالي لانك حد يقولك انت لا عشان عندك 45 ديه بعدين هتفهمه ان لبرالي دي مش كاف يعني ان انا بنقدم الله يعني ان كلمة اللبرالية فرضت فرض علينا بمعنى ايه يعني هل احنا طيار اللبرالي لا احنا كلنا كده مسلمين ومسيحيين وسلافين واخوان كده كلنا ايه عايزين الحرية هذا ايه حرية بالمشروط يعني ما فيه طبعا حرية مشروطة طبعا زي بالظبط الفيلم بتاع جميل الاتب وزي ما حصل مع احمد لطفي السيد لما منافسه حاب يسقطه قال له ده نيمقراطي طيب كلمت على هو نفس مدخلاته نفس طريق التناول الاعلام وشكل بهذا ولكن انا كمان بشوف زاوية تانية كمان موجودة ما نقدرش نغفلها يعني مثلا ايام الانتخابات لما نعمل لقاءات مع الناس رايح تنتخبه كده فاجأة تسأل ايه رأيك في الانتخابات ربنا يخلننا الجيش يا ستي ايه رأيك في الانتخابات لا اهو ده اللي عمل القصة الناس بتتكلم بحب وقتناح شديد بعيدا على التمثليات وشايفين اي اداء واي انتقاد واي قصة هي ضد مصر بكل حاجة القطاع ده ما نقدرش نتجاهله برده ما تقدرش نتجاهله القطاع ده عنده حق لانه هو اتحط في اختيار ان معنى ان الجيش يمشي لبلد تنهار ومعنى الجيش مش ماشي راح بلد تاني احنا مجرد عايزينه يعني اهو 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 يعني قصميني اصي الجيش ده هو اللي فيه اخويا واخوك وقريب يعني الناس قارنت ان انت تطالب بدولة مدنية ان انت عايز تسقط الجيش تسقط الدولة طيب انت في الاخر لا الناس ما قارنتش اقصدك اوحيا اليه اوحيا اليه ايه اوحيا اليه اوحيا اليه ايه افطادوا يقرنوا الكلام ده اصوه في الاخر اصوه يعني الناس في الاخر وده كلام يحترم جده قالك موجيش هو اللي فضل لنا لانه هي المؤسسة الوحيدة القائمة لسه بقوتها في الدولة فلو ده وقع بقى حننلوح بقى سكة العذاق وليبيا وكلام من فده اللي موجود وده الموحة بيه في الاعلام معنى هي مش لازم تبقى كده يعني ما فقد حصل تحاول ديمقراطي في البرازيل والتشيلي والارجنتين وانتقلوا من حكم عسكري الى حكم ديمقراطي يعني فيه ساعات بثلاسة وساعات بثلاسة اقل يعني اتفرج على البرازيل البرازيل سنة 92 كانت دولة توقفت عن سداد ديونها البرازيل لسه من ثلاثة ايام تعدت بريطانيا فبقيت الاقتصاد السابع السادسة على العالم تركيا سنة 99 تحت الحكم ما تبقى من الحكم العسكري كانت تقريبا ما هي كمان كانت أفلست الحكومة أفلست في عشر السنين بقيت الاقتصاد السادسة على العالم والسادسة على الأوروب فليه لازم يبقى نتحط في يئمة ده يئمة ده يعني احنا الجيش هيفضل معنا وحيفضل جزء مؤسس وجزء قوي وجزء لا غنى عنه في الدولة المصرية لكن القادرات السياسية لازم تبقى هي تسلم لسلطة مدني ودايما يعني لو واحد يقرأ تاريخ يعني حصل من سنة 72 لحتى الغيب دلوقتي أكتر من 61 أو 71 مش متسكر انقلاب السلطة في العالم في العالم ودايما دايما 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 تستورة تنجح لما السلطة العسكرية تخضع للسلطة المدنية الله عليك وداي مش عيب لأن أكبر دولة في العالم أمريكا السلطة العسكرية خاضعة لرئيس مدني جاي 4 سنة ومشي لا هي بس كمان حضرتك يعني انت بس عشان زوء هي مش عيب هو أساس الفرق بين الليل والنهار بين الناس المتقدمة والناس اللي مش متقدمة عشان زعلوا الناس لما يقول عليهم متخلفين المهم الفرق بين ده وبين ده هو ان الجيش يخضع للسلطة المدنية هو دا الانتقال الحقيقي للمدنية ودا مش عيب لأنه هو في الآخر ما انت بتخضع لواحد مدى الفرق بيني وبينك البدل العسكرية واللوقات والقادات دلاليهم كعظيم الاحترام طبعا احنا مش يعني الموضوع مش اللي عمل انت تهزق حد كونك انت تخضع لسلطة المدنية تبتخضع لقرات الشعب الانتخب اللي هو صندوق الانتخاب اللي احنا نتكلم عنه طب الجزء الاصيل اللي قلت حضرتك رأيه يحترم واحنا بنشاركك ده تماما اللي بيقول ان ده العمود الوحيد اللي بقى لنا الحكاية بس مش معنى كده ان احنا نتزل بانه انه لو يفضل قاعد وبقى لنا عشان كده هو من اللازم ان احنا نقعد ونسنده انه هو يسلم السلطة بطريقة سلمية وكويسة وبأسرع وقت ولكن واضح ان قطاع كبير من الشعب معرفش هتوفقني في التعبير ولا لا وقعت تحت المهرسة في مهرسة رهيبة بدأت البعض بيرى المشهد البعض بيرى المشهد ان ايه ديل مع اقوى حد على الساحة طب يقعد على جنب الباقي فضل مين بقى كلهم 40 50 سواء طيار او بتاعه وتسلوا عليهم حاجة في حاجة واحد 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 فالناس من كتر المهرسة بقيتش عارفة راسها من رجليها تمام بقيتش عندها ثقة في اي حالة تتكلم على الدين مع الطيار الاسلامي صح؟ طبعا طيب هو الحقيقة انا اتمنى يعني الاخوان كل شوية بينفوا ان فيه ديل وانا عايز اصدق ده انا عايز اصق في الاخوان واسدق ان فعلا مفيش ديل لان اسوأ حاجة ممكن تحصل في مصر ان يحصل زي تلاحم او اتحاد ما بين الفاشية العسكرية والفاشية الدينية السلطة ذات ملجعية الدينية في الاساس هي لاسة بسلطة فاشية لكن اذا وجدت سلطة عسكرية تسنده وهما الاثنين ديل تتحول غصبا عنها الى فاشية لان هي هي بساعتها الشرع بتاعها انا مش عايز يبقى الموضوع يتحول الى انا مش خايف ان احنا نبقى ايران ولا خايف نبقى السعودية انا خايف نبقى باكستان باكستان في اسلامة الشارع اسلامة البرلمان عسكرية الحكومة وامراكة الحكم فانا خايف ان ده يحصل لان ده وده صعب جدا تخلعه لان دعمل هيبقى عندك ضائع شارع ان ما ينفعش انت صور وا 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 وحيبقى ناس معهم الأغلبية والأغلبية عمتنا على فكرة لا تصور الناس اللي بيقولك اللي في التحديد دول أقلية ده حقيقي كل الصورات في العالم قام بها أقلية فعالة والدنيا بتتصلح بالأقلية بالأقلية فعالة لأن انت لو تفكر انت لو بسيت على تاريخ العالم أنا دائما كنت أنا صغير كنت أفكر إزاي الإمبراطورية الرومانية احتلت العالم إزاي الإمبراطورية الإغريقية ده في الآخر جيش إزاي يمسك من أوروبا لشمال أفريقيا لأن في الآخر الناس اللي بتقاوم الظلم هم التقلة لو قضيت على التقلة دي بقيت الشعب يخنع فده عادي يعني ده مش علينا احنا بس في فرنسا لما كان لما النازي دخلوا وعملوا حكومة فيجي اللي هي الحكومة الموالية للنازية فضت المقاومة الفرنسية اللي هي أقلية هي لتقاوم وكانوا سمينهم مدسين وعملاء وكده وإرهابيين عشان كانوا يفنجروا نفسهم في النازي فالفكرة كلها إن الأقلية الفعالة دي لازم إحنا نحتفظ بيها لأنها دي القلب النابط بتاع أي شعب المشكلة إن الأغلبية دايما تركن إلى الراحة الأغلبية عايزة أكل عياله عايزة عايشة كويسة وفي الآخر ده هو اللي تبيل عن الثورة لأنه شايف إن مفيش أمن ومفيش اقتصاد لما إن الثورة ما عملتش كده الثورة لك كانت حاكمت كنت ممكن تلوم الثورة بس الثورة ما حكمتش وجزة آخر كمان مهم لو جاز إنه نظيف وقمش من بنات أفكاري لدكتور علال الأسواني عجبني جدا جزء كبير من كاريه الثورة اللي هم اللي وطن نفسه طيلة التلاتين أو ستين سنة اللي فاتت إن الفساد شيء قدر لا فكاك منه وإن هو هيتطر يفسد خدوا بالكم هيتطر يفسد عشان ده هو ما يقدرش يعيش من غير فساد بزرط فلما الدنيا وضحت إن الفساد ده مش قدر ده اختيار أصبح في موقف صعب موقف صعب قدام عيلته وقدام أهله وقدام ناسه وقدام ضميره وقدام اللي هو قدر يقنحهم طيلة السنين دي إنه إحنا إن الفساد جزء من قدرنا آه جزء من قدر إكتشف إنه مش قدر وإن فيه ناس ممكن ده ما يكونش قدر بالنسبة لها كنا أن يكتشف عن مصر فنصانige If you look to see the word on want on المسر وعشانI page on the city وشavant فيamenهاج التعليم في مناهاج التعليم حيث إنها أجابة واحدة نموذجية وإن أنك ت Sherif هي الأجابة واحدة نموذجية لذا listening إنها أجابة واحدة نموذجية فهي العسكر يا إحكمنا هي مشى هيتّ إن ست temos تغay those وإنت تغيير قدرك ده مجهود ذهني فاضيع جدا فانت ده اللي بيسموه بقى المجهول الخوف من المجهول يناس يولاك النفق المزلم والإسلاميين قادوا ما يجوا الإسلاميون وإحنا كفر وإحنا مسلمين إحنا كمان ما يجوا أهلا وسهلا عندك المشكلة ديها بسم؟ طبعا وعندك المشكلة كبيرة طبعا مريبة جدا سواء من الإسم أو الانتماء للخناع يعني العاكتين عندك طبعا لما أنا عملت الحلقة بتاعتك بتاعت بورتوتورا هلولي إن أنا باسم يوسف بيهاجم محترس مطر لأنه يساند الطير الإسلامي ويهاجم القصة وصفة عم فيه حاجة غريبة جدا لكن الفكرة كلها إن إحنا أنا مش خايف ولا من الإخوان المسلمين ولا من السلفين هما في الآخر هما دول مش جاي من بره دول في الآخر مصرين زي أنا وبصراحة لو عادلوا البلد يبقى يعم نرفع لهم القباح ترام طبعا وأنا مش خايف إنهما يمنعهم ويقفلوا البلد مش مستحملة حد يقفل عليهم البلد دلوقتي مش مستحملة حد يقفل عليهم لو هما جوا مبتدوا يقفلوا هتبقى أكبر غلطة عملوا لأن في الآخر الشعب يعني دكتورة عمامة فتوح قال كلمة جميلة جدا وانا عملتها تويتر قال لك الشعب اختار الإسلاميين ليخدموهم ليس وليس ليعلموهم الدين أنا جاي بك عشان تخدمني انت جاي بقى تقولي الشرية دي يعني في كلمة دائما مهمة جميلة يقول لك إيه إنما أقمت العدل فثم شرع الله إنت لو في عدل هو ده شرع ربنا ده من نسبالي الحاجات بقى الزغيالة يمنع كلام ده ده كلام ده يعني ده يدوره أكتر ما يفيد وعايز أرجع تاني نقطة الأقلية وإن مش دائما الأغلبية بتكون على صحة ودائما بترك الرحة إن حتى الخطاب القرآني في مواضع متعددة كان بيؤكد إن الأقلية هم اللي على حق مش الأغلبية بس بلدو يتحول إلى أنا مش خايف إن نحن نبقى إيران ولا خايف نبقى السعودية أنا خايف نبقى باكستان باكستان في أسلامة الشارع أسلامة البرلمان عسكرية الحكومة وأمراكة الحكم فأنا خايف إن دائما يحصل لأن دا وده صعب جدا دا صعب جدا تخلعه لأن داما حيبقى عندك دائما يشارع إن ما ينفعش أن تتصور وا 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 وحيبقى ناس معهم الأغلبية والأغلبية عماتنا على فكرة لا تتصور الناس اللي بيقولك اللي في التحديد دول أقلية ولا اللي عملوا الصورة الأقلية دا حقيق كل الصورات في العالم ورحمة بها أقلية فعالة والدنيا بتتصلح بالأقلية بالأقلية فعالة لأن أنت لو تفكر أنت لو بسيت على تذيخ العالم أنا دائما كنت أنا صغير كنت أفكر إزاي الإمبراطورية الرومانية احتلت العالم إزاي الإمبراطورية الإغريقية دا في الآخر جيش إزاي يمسك من أوروبا لشمال أفريقيا لأن في الآخر الناس اللي بتقاوم الظلم هم التقلة لو قضيت على التقلة دي بقيت الشعب يخنع فده عادي وده مش علينا احنا بس في فرنسا لما النازي دخلوا وعملوا حكومة فيجي اللي هي الحكومة الموالية للنازية فضلت المقاومة الفرنسية اللي هي أقلية هي للتقاوم وكانوا سمينهم مدسين وعملاء وكده وإرهابين عشان كانوا يفنجروا نفسهم في النازي فالفكرة كلها أن الأقلية الفعالة دي لازم نحتفظ بها لأنها دي القلب النابط بتاع أي شعب المشكلة أن الأغلبية دايما تركن إلى الراحة الأغلبية عايز أكل عياله وعايز عايش الشيء كويسا وفي الآخر دي هو اللي تبعي لعن الثورة لأنه شايف أن مفيش أمن ومفيش اقتصاد لما أن الثورة ما عملتش كده الثورة لا كانت حاكمت كنت ممكن تلوم تلوم الثورة بس الثورة ما حكمتش وجزء آخر كمان مهم لو جازل أنا نظيف ومش من بنات أفكار لدكتور علال أسواني عجبني جدا جزء كبير من كاره الثورة اللي هم اللي وطن نفسه طيلة الثلاثين أو ستين سنة اللي فاتت إن الفساد شيء قدر لا فكاك منه وإن هو هيتطر يفسد خدوا بالكم هيتطر يفسد عشان ده هو ما يقدرش يعيش من غير فساد بزرط فلما الدنيا وضحت إن الفساد ده مش قدر ده اختيار أصبح في موقف صعب موقف صعب قدام عيلته قدام أهله قدام ناسه وقدام ضميره وقدام اللي هو قدر يقنحهم طيلة السنين دي إن الفساد جزء من قدرنا آه جزء اكتشف أنه مش قدر وإن في ناس ممكن ده ما يكونش قدر بالنسبة لها أبوص على ذلك أسأل أنا متىالي إن إحنا عندنا برضو إيه يعني إنت اللي عايز تبوص على المصر والبلاد الزيائية بوص دائما على إيه على منهج التعليم في منهج التعليم اللي زي عندنا هناك إجابة واحدة نموذجية إنت مش مسموح لك إن انت توصلها كده وكده هي إجابة واحدة نموذجية فعشان كده هتلاقي إن إيه هي إجابة واحدة نموذجية العسكر يحكمنا العسكر يحكمنا هي ماشي كده هي ماشي كده حتة إن بقى لك اختيار وإن أنت تقدر تغيط قدرك